الأهلي النهاردة الحقيقة واصل تدريباته من غير أي راحة بعد مفاز طبعا على غزل المحلة مبارح وطبعا قبل السفر بكرة لمواجهة ساني داب بطل النيجر في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا اللاعبين اللي خادوا مباراة المحلة مبارح اكتفوا بأنهم يقدوا لتدريبات الاستشفائية والبدنية في الجام تحت إشراف مدرب أحمال الفريق الفريق كمان أجرى مسحة طبية النهاردة الدهر وفقا طبعا للبروتوكول الطبي المتبع قبل السفر والمباريات اللي بتقام خارج مصر والمفروض أنه هتتوجه بعثة فريق طبعا الكرة برئاسة محمد الضماطي عضو مجلس الإدارة للنيجر بكرة بطيارة خاصة استعدادا لمواجهة ساني داب يوم 23 ديسمبر داب بداية امطلاق بقى مشوار أفريقي جديد والعشرة يا أهلي يعني الحقيقة يمكن ده اللي هيكون شعار المرحلة الجاية في دوري أبطال إفريقيا والبداية إن شاء الله هتكون أمام بطل النيجر وبمناسبة سفر البعثة بكرة خليني أقول لحضراتكم أنه موقف موسيماني لغاية اللحظة اللي احنا بكلم حضراتكم فيها مش واضح البيتسو موسيماني عمل مسحة النهاردة ويمكن نتيجتها هتظهر في خلال ساعة أو ساعة ونص وبناء على تحدد موقفه من السفر ومرافقة بعثة فريق نادي الأهلي لنيجر من عدمه ولكن إذا لم يتمكن موسيماني فكيفين جونسون هيكون في قيادة الفريق الفنية في مواجهة بطل النيجر خليني أقول لحضراتكم أنه كيفين جونسون حقيقة كمان المدرب العام للفريق الأول للكرة في النادي الأهلي بعد مطش الغازل حقيقة كان فيه محاضرة نظرية للعيبة قبل ما ينطلق ميران الصباحي اللي تلعب النهاردة واللي حصل النهاردة على ملعب التتش في فرع الجزيرة كان خلاله يمكن جونسون حريص على أنه يجتمع بلعابة النادي الأهلي وتكلم معاهم بشكل مفصل على الإيجابيات اللي حصلت فيه أداء الفريق وكمان ركز على السلبيات عشان يتم تفاديها في الفترة اللي جاية خصوصا أنه يمكن إلى حد ما ظهر الأهلي مستوى أفضل بكتير من مباراة مصر المقصة اللي كانت في بداية انطلاق الدوري العام نروح بقى لعمر السلية اللي أدى جلسة في الجام على هامش التمرين وده طبعا بعد ما كان حس بشوية ألم كده خلال عملية الإحماء قبل مواجهة طبعا غزل المحلة وساعتها أفضل الجهاز الفني إن هو ما يجذفش باللاعب كمان مروان محسن وكريم ندفد وصلوا تنفيذ برنامجهم التأهيلي من الإصابة وخاد مروان جانب من التدريبات الاستشفائية في الجام وأدى كريم ندفد جلسة في الجام وجانب من طبعا التدريبات برضو والجري حول الملعب بعد ما حصل مشكلة للسلية أو هو بيسخن كان فيه الإصابة أو حس بألم أو كده إنه يبقى عندنا أوراق تانية جاهزة زي ما نزل حمزي فتحي وعمل مباراة حلوة جدا الحقيقة يا أحمد حلو إحساس إنه دايما عندنا فريق كامل والحمد لله دكة كمان قوية مش بس الفريق وده يفرق جدا معنا كلنا ويفرق إنه فعلا كل اللعبة النادي الأهلي تستهل وتستحق وتقدر تلعب أساسيا أحمد هو الميزة في بداية السيزن ده يا سارة أنه أنت مش بس بتكلمي على الأساسيين واللعيبة اللي عندك لا أنت في كل خط بقى عندك وفرة تريحك بشكل كبير جدا في الاختيارات وتخلق وده مهم جدا 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 مع الفريق اللي بنفس على البطولة تخلق نوع من المنافسة الإيجابية بين اللعيبة في كل خط كل لاعب بيلعب وحوالي 2-3 من النجوم في نفس مركزه فبالتالي عايز يظهر وعايز يأكد أنه يستحق أنه يكون أساسي فيه التشكيلة بتاعت النادي الأهلي فبالتالي بيطلق أقصى ما عنده عشان يكون موجود غير لما العيب بيحس أنه لوحده في المركز واللي موجودين معاه مش على نفس المستوى أو إصابات فبيبقى ضامن كده كده أنه هو يعني موجود في التشكيل فإلى حد ما ممكن تأثر على تركيزه وعلى إصراره في أنه يطور من مستوى ففكرة المنافسة بين اللاعبين دي نقطة تانية والأهمة بالنسبة لنا كجمهور أنت النهاردة لما تيجي تتكلم على خط ظهر خط نص خط هجوم النادي الأهلي عندك أريحية بالنسبة للجهاز الفني بيتهالي برضو فكرة أنه ما فيش أي داعي للمجاسفة يعني دي في وقت من الأوقات ممكن الجهاز يبقى محتاج لعيب ومعندوش بديل ليه والعيب ده ممكن يبقى مصاب فإضطر النواة يتك عليه أو أنه هو يشركه في جزء من ببراء وده في نهاية الأمر الحقيقة بيبقى شيء مضر للفريق وللعيب لكن النهاردة الجهاز الفني فيش ما يعني يستدعي أي مجاسفة من أي نوع وبدل اللعيب عنده اثنين وثلاثة واربعة في كل خط يقدر يعتمد عليهم وزي ما قالت سارة البستويات متقربة إلى حد كبير ففي أريحية في الاختيار نروح للاعب الفريق الأول لكرة القدم من نادي الأهلي والجهاز الفني والإداري للنهاردة زي ما احنا احتفلنا في بداية الحلقة كده أنا وصارة كانوا بيحتفلوا بعيد ميلاد محمد الشناوي كابتن الفريق وكل حقيقة الجهاز الفني وكل اللعيبة كانوا حرسين زي ما حضراتكم شايفين كده تورطاية لطيفة السوفر الشناوي عشان يحتفلوا بعيد ميلاد تقديرا منهم لا أو أنا أعتقد يعني أنه الشناوي بالنسبة لعدة نادي الأهلي ليه مكانة خاصة جدا وعارفين أنه ليه دور كبير جدا في الفريق مش بس جوى الملعب لكن كمان الحقيقة بره الملعب ترجمة نانسي قنقر